استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة السبعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 استقبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية القنغو برازافيل أرلات سودان نونو وخلال اللقاء قامت الوزيرة القنغولية بتسليم شكري رسالة موجهة من رئيس جمهورية القنغو برازافيل دونيس سوندسو إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التشاور وتنصيق بين البلدين الشقيقين استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخة كما استعرض شكري آخر مستجدات الأعداد الجاري لمؤتمر القاب 27 مؤكدا سعي الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى أن يخرج بنتائج تعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات ومن دانبها أعربت الوزيرة القنغولية عن تقديرها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر وثقتها في قدرة مصر على الخروج به بأفضل النتائج الممكنة ترجمة نانسي قنقر